ألف وخمسمائة طفل يصاب سنوياً بالسرطان بالجزائر ويتصدر القائمة سرطان الدم، الغدد اللمفاوية والمخ عدد الإصابات الجديدة في ارتفاع مستمر مقارنة بقلة عدد الأسرة بالمصالح المخصصة لعلاج سرطان الطفل 75% هي نسبة الشفاء من سرطان الطفل غير أن الاكتضاد المسجل في المستشفيات للتكفل بهذه الفئة من المصابين يقف عائقاً أمام الشفاء أكثر من 1500 حالة جديدة في العام مالغريك سرطان الطفل ينتشر بسرعة سرطان الطفل يبرع يعني كين عالجوه في الوقت يعني 75% من الأطفال يشفاء نهائياً من السرطان نحن نداء تعناه هو وفرنا أسرة لكي ندوه هذه الأطفال لأن الحالة كل عام ره العدد الأطفال اللي مرضوا بسرطان يزيد ونحن العدد الأسرة ما هو شي يزيد كين أطفال اللي في بعض الأحيان يموتوا ورهم يسنوا أغانديفو اقتصار علاج سرطان الطفل على مستوى الوحدات والمصالح الاستشفائية دفع بجمعية البدر لمساعدة مرضى السرطان إلى تبني مشروع إنجاز مستشفى بالبوليدة متخصص لعلاج سرطان الطفل لما يكون الطفل مصاب في العائلة هو مش غير زلزال كما وحد كبير هو تسونامي في العائلة لذلك لازم نحسنوا هذه الوضعية هذه بالمنافقة على الأطفال المصابين بالسرطان وطبعاً بإنشاء إن شاء الله عن قريب إن شاء الله بمركز علاج السرطان للأطفال تحقيق مشروع مستشفى خاص لعلاج سرطان الطفل بالجزائر من شأنه تحسين التكفل النوعي بالمرضى في المراحل الأولى من المرض ليحقق كل طفل مصاب أحلامه كغيره من الأطفال نحب أن يكون طبيب مرضى السرطان